البنت دي اسمها روز بنت رقيقة وهدية جدا وبتحب الميكا وكمان بتحب اللبسة قوي وعيشة في أسرة متوسطة مع باباها ومامتها وهي تبقى وحيدة باباها ومامتها ما عندهاش إخوات تماما لكنها دلوعة قوي وبتحب باباها ومامتها حب جنون ما بتحبش أي حد في حياتها غيرهم هما وهي في قدتها بتجهز علشان تروح التمرين السباحة بتاعها ومامتها دخلت عليها الأوضة وقالت يا روز كل دا يا حبيبتي اتأخرت قوي كده لي يا ماما يلا بقى علشان هنتأخر على التمرين بتاعك والكابتن بتاعك هيزعقلك زي كل مرة يلا يا كسولة ردت عليها روز وقالت حضر يا ست ماما أنا خلصته وجهزة وبعدين أنا أقدر أتأخر على الأمر ده إيه الجميل ده في أم بالحلاوة دي أحلى ماما دي ولا إيه خلاص يا ست الكل أنا خلصت والبست زي ما انت شايفة قدامك أهو وكمان صرحت شعري مش فاضل غير الميو هروح على طول أجيبه من على حبل الغسيل وهحطه في الشنطة وكده هكون جاه زي أعظم أم في الدنيا ردت عليها مامتها وقالي طيب يا حبيبتي على فكرة بابوكي مش هيجي معنا التمرين النهاردة وكان ناوي كده إنه يلغي بس أنا قلت لأ حبيبة قلبي روز أنا قدر يعني أرفض لها طلب وما وديهاش التمرين بتاعها قررت إني هلبس وأنا اللي هوصلك لغاية التمرين بتاعك يا قلب ماما أنا عارفة إنك بتحب تمرين استباحة ده جدا علشان كده أنا واثقة فيكي وعارفة إنك هتبقي سباحة عالميا وأشوفك كده حاجة كبيرة أنا بحبك قوي يا روز أنت بنتي الوحيدة اللي بموت فيها ونفسي أشوفك حاجة كبيرة وافتخر بيجي قدام الناس كلهم أما فجأة وهم بيتكلموا دخل الأستاذ منتصر وهو يكون والد روز أيوة يا ست روز يا بختك بمامتك عمالين تحبه في بعض وسايبين أنا كده قاعد برة ومستنيكه ها هتروحه ولا لأ وهتاخده العربية ولا إيه عموما أنا كلمت عزة صاحبي وهو كده كده هيجي أخدني بالعربية بتاعته يعني العربية بتاعتنا هتكون فاضية فممكن يا ست روز لو الوالدة اتكرمت وتوضعت وتوصلك يبقى كده تكون مشكورة على الآخر وارفع لها بكبعة كمان إنما أنا مش فاضي رايح يا ست مع صحابي مشوار كده مهم ولازم أروح دلوقتي حالا علشان كده أنا جاية أديكم المفتاح المفتاح هتلاقوه برة على النيش ويمشوا على طول ويمشي بالراحة يا سميح خدي بالك من البنت وفعلا روز ريك بيت العربية مع مامتها وكانوا في طريقهم للبول علشان تنزل تتعلم السباحة لأنها بتحب المية جدا وبتعشق البحر أما روز كانت عمالة تفكر بتفكر هتلبس إيه النهاردة وهي خارجة مع أصحابها أما باباها كان بيحب رقاصة اسمها نانا الرقاصة دي أي طلب كانت بتطلبوا منه ما كانش بيقدر أبدا يرفض لها طلب إيه يا نانا أنت مش وفقة بقى تتجوزيني أنا بحبك قوي أوه بعدين إحنا بقلنا سنتين مع بعض وإحنا على الحال ده ومش موافقة أنك تتجوزيني ممكن تقولي لي مش موافقة ليه قلتلك هجيب لك شقة ولو عايزة العربية أكتبها باسمك هديكي كل اللي أنت عاوزها بس وحياتي يا نانا عندك أرجوكي توفقة تتجوزيني أنت عارفة أن مراتي ستة أصلا مريضة وعايش معاها بس علشان البنت ليب عصبية وقالت أنا مالي ماليش فيه قلتلك شرطي الوحيد أنك تطلق مراتك ساعتها هتجوزك وفورا وطبعا هتكتب لي العربية باسمي والشقة اللي أنتوا فيها برضو هتكون باسمي أول ما تنفس كل الشروطي وكل طلباتي هتلاقيني على طول وقفلك قدام باب المأزون لكن أنت مبتسمعش كلامي وخلاص أنا أصلا معروضة علي كتير جدا أنهم يتجوزوني بس أنا اللي مش موافقة علشان عوزاك أنت فخلاص برحت فكر وكرر رد عليها وقال حاضر حاضر هعمل لك كل اللي أنت عوزاه هتطلق مراتي علشان أتجوزك أنا بحبك أنت يا نانا ومش عايز أي حد في الدنيا غيرك أنت ولو طلبت عنايا الاتنين برضو هديهم لك عموما بس اصبري علي يا يومين أفتح الموضوع معاها وكمان أكلم روز لحسن البنت متعلقة بمامتها جدا ولقدر الله لو مامتها حصل لها أي حاجة بسببي ممكن تنهار وممكن تكرهني فمعلش استني علي يا يومين بس يا نانا وأوحدك أني هنفذ لك كل طلباتك وهعمل لك كل اللي أنت عوزاه ردت عليه نانا وقالت له أيوة كده هو ده الكلام المصبوط مش تقولي مراتي وبنتي أنا المفروض أكون أول شخص في حياتك أما الظابط ده اسمه ليل كل السجن بيترعب منه أول ما بيسمعه خطوات رجليه الكل بيفضل يترهش من كتر الخوف والزباط كمان حتى زميله بيخافوا منه جدا ولازم بينفذوله كل كلامه لأنه عصبي وقاسي وجبار بس في الحق ما بيحبش الظلم أبدا كان شغله أن يشمع أي نايت كلاب أو أي بار وكمان البنات اللي هم فتيات الليل كان بيقبض عليهم وكان على طول بيوديهم السجن وكان بيخلي الزباط يعملوهم أسوأ معاملة أما في اليوم ده الليل كان عنده مأمورية أنه يروح يشمع نايت كلاب اللي فيه والد روز أما وهم وقفين بيتكلموا دخلت بنت رقاصة من نايت كلاب كانت بتجري جدا عليهم وهي مرهوبة علشان تنبههم أن ليل بيه موجود هنا الحقوا الحقوا الزابط ليل جي هنا برا ومعاه كل رجلته حاولوا تهربوا بصوا فيه باب ورا خلفي لازم تهربوا منه بسرعة جدا لحسن الزابط ده ما بيرحمش ده لسه أخد خمس بنات الشهر اللي فات واللي أنا سمعتوا إنه عزبهم جامد جدا هم والبنات منهارين هم بقول لكوا إيه امشوا بسرعة أنا كمان هحاول أهرب وراكوا على طول أما والد روز طلع يجري بسرعة وهو بيقول اجري بسرعة هنانا اجري من هنا ما فيش فايدة الزابط ده أنا بكرهه نفسي يموت بقى ويريحنا مش عايز يسيبنا في حالنا أبدا وطلعوا يجروا بسرعة جدا علشان يهربوا من ناية كلاب أما روز ومامتها مع الأسف وهم ماشيين بالعربية مامتها كانت سرحانة لأن عيد ميلاد والد روز كان بالليل وكانت بتفكر إنها تعمله مفاجأة كبيرة جدا علشان تفرحه ومع الأسف الأم ماتت ماتت في الحدثة أما روز كانت حاسة إنها في غيبوبة حاسة إنها بتحلم وكانت منهارة من العياد ما كانتش تعرف إن مامتها ماتت وكانت بتحاول تفتح إنها ما كانتش قادرة الجيران بلغوا البوليس وجيه بسرعة وطلبوا الإسحاف لكن مع الأسف ما لحقوش مامتها روز كانت منهارة من العياد لأنها بتحب مامتها جدا وكانت بتعتبرها زي إسحابتها إيه دي بقى يا روزي حبيبتي الله يرحمها أنا معاك ياهو وعمري ما هسيبك يا حبيبتي أنت هتكوني جوه عنايا اللي اتنين هي إن شاء الله في الجنة ونعمها طب بصي علشان تفرفشي هاخدك وأوديك التمرين بتاعك وما تقلقيش ههتم بيكي أكتر من الأول يا روز اهدي بقى يا حبيبتي أرجوكي أما والد روز ما كفهوش اللي حصل لروز راح على طول الرقاصة نانا علشان يقولها بقولك إيه عد شهرهو على وفاة مراطي يعني خلاص فترة وروزي هتنسى كل حاجة وأنا بقى مستحجل على الآخر بصراحة وانت كل يوم تقول لي استنى بكرة بعده أنا خلاص أنا تعبت من كتر الكلام ها موافقة تتجاوزيني ولا إيه بقى يا نانا قدي دلوقتي مراطي ماتت كان حجتك الوحيدة أن أنا لازم أطلقها وهي خلاص مش موجودة موافقة ردت عليه نانا وقالت لا طبعا مش موافقة أنا عندي شرطين ولازم تسمعهم قويس قوي أول شرط هو إنك تقول لبنتك وبنتك تكون موافقة على الجوازة دي أما بقى تاني شرط إن بنتك تيجي هنا النايت كلاب وتشتغل رقاصة زي زيها عارف ليه علشان الرقص تتساوى علشان ما تجيش في يوم من الأيام تعيرني ولا تقولي أي كلمة كده ولا كده وبعدين أنا عارفة إن بنتك شايفة نفسها على الآخر ومتدلعة فممكن تدايقني أو تعصبني فعلشان كلنا نكون ثواسية بنتك لازم تيجي هنا وتشتغل رقاصة في النايت كلاب والد روزي تعصب جدا وفدل يقولها نعم لأ أنت بتخرفي أكيد يا نانا بنتي مين دي لتشتغل رقاصة أنت تجننتي لأ طبعا روز بنتي أنا لازم تطلع حاجة كبيرة تطلع دكتورة تطلع مهندسة لكن بنتي أنا تشتغل رقاصة ليه يعني؟ هي أبوها مات ولا إيه؟ لأ طبعا طول ما نعايش على وش الدنيا بنتي روز لازم تكون أحسن بنت في الدنيا كلها معقول أنا مجنون علشان أشغل بنتي رقاصة وأي حد ييجي نايت كلاب يفضل يتفرج عليها وتفضل تجري من الزباط علشان إيه؟ لا طبعا مستحيل الشرط ده أبدا أنا وافق عليه أما نانا اتعصبت أكتر وفضلت تقوله شفت؟ أديك رافض الرقاصات طب لما أنت رافض الرقاصات وشايفهم وحشين للدرجات عايز تتجوز رقاصة ليه بش مهندس يلا يا حبيبي اجري من هنا وما شفش خلقتك دي هنا في نايت كلاب تاني وروح لبنتك روز خليها تنقلك عروسة تانية كيوت تكون مهندسة ولا دكتورة إنما أنا مش هتجوزك لو آخر يوم في عمري إلا لو نفست كل شروتي إنك تروح دلوقتي حالا لستهان مروز وتقول لها كل حاجة إني يا بنتي يا حبيبتي أنا بعش أرقاصة وبحبها قوي وعايز أتجوزها فاهم ساعتها هوافق عليك ولأنه ما بيقدرش يرفض لها أي طلب قرر إنه فعلا لازم يروح علشان يفاتح روز في الموضوع بابا يا حبيبي انت جيت أنا أسفة اتأخرت في الغداء خلاص والله فاضل عشر دقيق بس والبيت ستطلع من الفر رد عليها باباها وقال لا يا روز أنا مش عايز أكر أنا عايزك بس حبيبتي في كلمتين عايز أفتحك في موضوع بس أرجوك تتفهميني روز أول موضوع وهو أهم موضوع إن أنا لازم أتجوز أنا لسه صغير ولازم تكون في ستة في حياتي واللي هتجوزها دي تكون بتشتغل رقاصة وشرطها الوحيد يا روز علشان تتجوزني إنك أنت كمان تشتغلي معها في نايت كلاب وتشتغلي رقاصة أرجوك يا روز أرجوك توفقي أنا بحبها قوي ولو ما تجوزتهش أنا ممكن أموت نفسي روزة صدمت جدا من الكلام اللي قاله باباها إيه الكلام اللي أنت بتقوله دي يا بابا؟ معقول عايزني أنا أشتغل رقاصة حضرتك عايز تتجوز فتتجوز براحتك أنا ما قدرش أحكم عليك إذا كنت تتجوز أو لا لكن تحكم علي أنا إن أشتغل رقاصة زي زيها إزاي يا بابا الكلام دا؟ أنت بابا اللي تقول حياتي اللي بقول عايزة تجوز واحد يكون زيه ويكون ضهري وثندي هو أنت ضهري وثندي يا بابا بس مع الأسف ضهري وثندي تقطم وتكسر أول ما سمعت إن حضرتك عايز تضحي بنتك وتشغلها رقاصة علشان تتجوز الرقاصة علشان نكون كلنا زي بعض ليه بس كده يا بابا؟ ليه تعمل فيا كده؟ أما روز كانت عمالة عايض وباباها مسك إيديها وقال لا يا روز لا أنا آسف يا حبيبتي أنا مش عارف إزاي كنت بفكر بالإستوك دا أكيد لا مستحيل أسمح أبداً إن بنتي حبيبت تشتغل رقاصة أنا عارف إن هي شغلانة وحشة قوي بس عامل إيه؟ أنا حبيت نانا ومش قادر أستغنى عنها أنا آسف يا روز أرجوكي سمحيني أنت فوقتيني بنتي أبداً وخليها تشتغل رقاصة علشان نانا هي اللي طالبة كده عموماً انسي الكلام اللي قلته دلوقتي خالص ولا كأنه حصل وأنا هروح لنانا دلوقتي وهقول لها اللي حصل وفقت وفقت ما وفقتش خلاص وفعلاً راح لنانا الرقاصة علشان يقول لها كل اللي حصل معي هي أول ما شفيته كانت فرحانة وكانت متوقعاً روز وفقت إيه؟ قل إيه اللي حصل معيك؟ روز وفقت طبعاً صح؟ أنا كنت متأكدة مليون في المية إنك هتقدر تقنعها قلي بقى يا حبيبي تحب نتجوز إمتى؟ لو عايز دلوقتي حالاً أنا ما عنديش أي مشكلة الرد عليها وإيه؟ لا مش هينفع أنا رحت قلتلها ومش عارف أصلاً طلعت الكلام ده من بق إزاي أنت كنت هتخصريني بنتي بصي بقى يا نانا أنا بنتي خط أحمر عايزة تتجوزيني علشاني أنا أهلاً وسهلاً مش عايزة براحتك أنا مش عارف إزاي طوعتك وروحت قلتل بنتي الكلام البشع ده معقولة فيه أب في الدنيا يروح يقول لبنته أنا عايزك تشتغلي رقاصة علشان عايزة تجوز رقاصة وهو ده شرطها الوحيد بص يا نانا ومن الآخر عايزة تتجوزيني اللي يا أنا والشخصي أهلاً وسهلاً ويا ستي عايزة ياني أكتب لك كل اللي أنت عاوزاه هكتبه لك باسمك هكتب لك البيت والعربية وكل حاجة بس روز لا ردت عليه نانا بجواب غير متوقع وهي بتقول طبعاً يا حبيبي اتصدق أنت كنت عندك حق أنا كنت غلطانة في كلام اللي أنا قلته معقول بقى البنت الأمر الكيوت دي تشتغل رقاصة أنا أصلاً هموت واشوفها عمري ما شفتها في حياتي بقولك إيه سيبك بقى من الكلام الفاضي ده وقولي هتكتب لي إمتى البيت والعربية وكل ما تملك وأول ما تكتب هملي باسمي فوراً هتصل بالمأزون واجيبه لغاية هنا ولا أقولك نجيب المأزون عندك في البيت وعلشان نتجوز على طول يلا أنت مستني إيه وفعلاً جابوا المأزون بعد ما كتب لها كل حاجة باسمها وتجوزوا هما الاثنين واتفقوا إنهم هيعيشوا في نفس البيت علشان روز ما تعيش في البيت لوحدها أما روز كانت سامعة المأزون وسمعة كل حاجة بأدنها وهي قاعدة في الأوضة وبتفتكر مامتها وهي عمالة هزر معاها ومع باباها وكانت عمالة عاية فجأة لقيتهم دخلوا عليها هما الاثنين الأوضة وهما الاثنين كانوا مسكين إيديهم في إيدين بعض أما نانا أول ما شافت روز اتفقت جدا وعجبتها قوي ما كانتش تتوقع إنها حلوة للدرجات دي كانت عينها عليها ما بتتشلش روز سلمي يا حبيبتي دي تكون النادية مراد بابا ومن هنا ورايح هتكون زي مامتك بالزبط أنا جايبها هنا مخصوص علشان تعيش معنا في نفس البيت علشان تاخد بالها منك وهتوديكي التمرين وتعمل لي كل حاجة أنت بتحبيها يا حبيبتي ومن هنا ورايح تقول لها يا ماما أما روز ما قدرتش تستحمل الكلام اللي بتسمعه ومش قادرة تستحمل أبدا إن تشوف باباها مع ستة تانية وطلعت تجري وكانت عمالة تعيق أما بقى نانا كانت اتعصبت منها وحطتها في دماغها كمان وكمان أما ليل كان متعصب جدا وكان متضايق لأن الترقية بتاعته تأخرت بسبب البار ده كان عايز يقبض على نانا وكمان عارف إن عاشقها يكون هو والد روز عايز يقبض عليه هو كمان بقول لك يا علي أنت لازم تتصرف أنا مش عارف أقبض على الستة اللي اسمها نانا دي وكل ما روحي ناكل بار ألاقيها مش موجودة هي وعاشقها لازم أقبض عليهم هما اللي تنيل هي دي راس الأفع تخيل أنا مش عارف أترقى بسبب الستة نانا الرقاصة أنا بقى مش هسيب البار ده وحطيته في دماغي وأي وحدة همسكها في البار ده هيكون ليلتها سودة أما علي رد عليه وقال هعمل إيه يا ليل والله أنا كمان مرائب البار ده 24 ساعة وفعلا بتدخل البار كل يوم هي وعاشقها وأول ما بنيجي نقبض عليهم بيختفوا تماما أكيد فيه سلم أو باب مخفي بيهربوا منه دي توقعاتي بس ما تقلقش يا ليل إن شاء الله هنقبض على الستة دي والبار ده هيتشمع تماما وبالشمع الأحمر كمان ومش هيتفتح تاني ايه ده بس وروأ كده أنا ما بحبش هشوفك متعصر أه أصل أنت يعني لما تتعصب بتبقى حاجة صعبة قوي بصراحة أنا بخاف منك مع إننا صحاب بس بيقى شكلك يخوف أما نانا بعد إسبوعين من الجوز هقاله أيوة يا محسن بقولك إيه أنا عايزك في موضوع مهم قوي بص بقى وفتح لي ودانك من الآخر كده أنا عايزك للراجل جوزي آه ما هو كاتب لي كل حاجة باسمه ومش هقدر أحط إيدي على أي حاجة لما هو يتكل على الله ويموت علشان كده أنا عايزكم تموتوه هدي يعني تكونوا ماشيين بالعربية وأول ما تقابلوه تخبطوه في العربية من ورا والعربية طبعا هتلبس في شجرة وهو مش مستحمل عنده الضغط والسكر هيموت بسرعة وفعلا والد روز مات أما روز أول ما سمعت الخبر كانت مرهارة من العياط بقيت يتيمة الأم والأب ما كانتش عارفة تعمل إيه أما نانا قربت عليها وقالت إيه يا حبيبتي هو أنت بتعيتي علشان مات يلا أهو باباكي وشوية مشاعر وبكرة يروحوا لحالهم بصي بقى خلينا في النهاردة أي نعم هو لسه سمعين الخبر إنه ميت من خمس دقايق بس لازم نحط النقط فوق الحروف وكل واحد يعرف قمته بصي يا حبيبتي أبوكي قبل ما يموت كتب لي البيت والشقة وكمان الأرض والفلوس اللي في البنك كلهم باسمي أنا معنا كده يا حلوة إنك قاعدة عال علي ولازم تشتغل بلقمتك والشغل موجود في الكبرية أما روز اتصدمت من الكلام اللي سمعته وكانت بتقول لها نعم أنت ست كذابة بابا مستحيل يعمل كده معقول يحرمني من أبسط حقوقي اللي هو البيت حتى بتاع أمي الله يرحمها مستحيل أنت ست بتجذبي أنا أصلا من ساعة ما شفتك وأنا عارفة أن نواياكي شيطانية وأنا واسقة ومتأكدة أن أنت اللي قتلتي بابا صح؟ قولي الحقيقة وقري واعترفي أكيد أنت اللي قتلتي علشان أنا أتيتم وحضرتك تاخدي كل فلوسه نانا ردت عليها وقالت بت اسكت خالص مش عايز أسمع صوتك تاني وإلا هتترمي في الشارع وأنا عارفة أنك يا حرام البلد اللي أنتو عايشين فيها دي غير البلد اللي فيها أهلك وخالص ومش هتعرفي تروحي لأنك ما تعرفيش أصلا ليهم أي طريق ولا أي عنوان ولا حتى رقم تليفون بيت هتلبسي أحسن حاجة عندك وكمان أكتر لبس مكشوف وهتيجي معايا الصالة وهتشتغل رقاصة وفعلا روز ابتدت تروح معاها الكبارين لأنها كانت مضطرة لكنها حلفت بينها وبين نفسها إنها مش هتعمل أي حاجة غلط هتبقى وقفة مجرد تمثال هتبقى وقفة مع البنات على البار وتجري على طول على القد تغير هدومها يلا يا حبيب الحفلة هتبدأ يا روز لازم تطلعي زي كل يوم أنا عارفة إنك مش حبة موضوع الرقص ده بس استحملي علشان ده أنا تسكت عامل إيه يا زيزي أنا تعبت أنا ما بقيتش قادر أستحمل ما بحبش أشوف الناس وهم بيبصوا لي بالنظرة السيئة دي بس مع الأسف مضطرة لإني لو ما نفستش كلامها هترميني في الشارع مضطرة أعمل كده وأنا من جواي بتقطع والناس عملين يتفرجوا علي وأنا عملها روز قدام الناس كلهم حاضر يا زيزي هكون جاهزة دلوقت أما ليه جات له خبرية إن البار مفتوح وشغال كمان ألو أيوة يا علي بجد البار شغال حلوة قوي قوي الكلام ده بقولك إيه أنت والرجالة تفضلوا وقفين مكانكوا وترقبوا البار أنا جاي حالا النهاردة نهاية البار ده على إيدي أما بقى روز كانت قاعدة بتحط الميكاب بتاعها علشان تطلع الصالة وتبتدي ترقص زيها زي البنات طبعا كله كان غصب عنها أما فجأة ليل ورجالته اقتحموا البار كله وليل كان حاطت هدف قصاده إنه لازم يشمع البار ده بالشمع الأحمر ويقبض على كل الموجودين يطر ليل هيعمل إيه في روز ويطر هيصدقها إنها مظلومة ولا يطر هيتصرف معيها إزاي ويطر نانا هتقدر تهرب زي كل مرة ولا يطر ليل هيقبض عليها لو حابين تعرفوا كل التفاصيل يبقى يا ريت تنتظرونا في الحلقات القادمة حاب أقولكم إن الرواية دي شيقة جدا وأحداثها ممتعة ورومانسية وفيها كل حاجة بتحبوها كل اللي طلبه منكم طلب صغير جدا إنكم كلكم لازم تحطوا لعيقات كتير قوي لإن التفاعل على القصة بطيء جدا ولازم تفهموا قد إيه أنا بتعب علشان أنا أزل لكم الحلقات كل يوم وكل طلبي إنكم تفجروا زر اللايكات علشان تشجعوني والكل اللي ما عملتش سبسكرايب للقناة لازم تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس على كلمة الكل ويريد تشيروا الرواية مع كل أصدقائكم وكل قريبكم علشان يتابعوها معيكم ألقاكم في حلقة جديدة